عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وفد دولة الإمارات الذي يزور مصر حاليا ويضم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل والمدير التنفيذي بشركة أدنق وخلال اللقاء اطلع مدبولي على نتائج المباحثات التي تمت خلال الفترة الماضية حول مشروعات التعاون المقرر تنفيذها سواء في إطار ثنائية بين مصر والإمارات أو في إطار مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن وقد أشار الجابر إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة العليا لمبادرة الشراكة هذا الشهر في القاهرة بهدف متابعة المشروعات التي تم التوافق بشأنها